تحيات سام غاز مصر وماذا نرى لهذا السام الذي ما زال يتداوت تحت منطقة الطلب اللي كنا محددينه اللي عنده مستوات اللربيه اللي حده مستوات 38 اللي قصرها وبزخم قوي جدا كمان لو احنا جوا السام ده احنا اللي كان مقلقنا منه ايه هيكلية الصعود ناس عادنا على شكل اي بي سي وقابطنا على شكل اي بي وسي كانت جاية قطرية وعملنا موجة منها طيب لو احنا قلنا ان ده ممكن يكون صعود تصحيحي مش نفس طول الضلع ده انا خدته مع اخرى من المستويات دي اللي هي عند المستويات دي وصلنا لحد مستويات الميت فيه اللي عنده مستويات 48 جنيه والسام تراجح حتى ما ضربناش الهدف اللي عنده مستويات 54 جنيه اللي هو عادت اختبار اخر كمه تشكلت طيب انا عندي ايه دلوقتي هل انا ممكن يكون عندي ده بداية الانعكاس بالنسبة لي من عند المستويات دي ممكن وبالتالي هكون ببحث عن تصحيح لكل هذه الموجة اللي بدأت معي من المستويات دي اللي ممكن تصحيح ما بين مستويات ايه ما بين مستويات ال61 لحد المستويات ال78 في مزالة السام هيكلة حبوطه هيكلية تصحية وده اللي بيعزز ضد السام ممكن يعود في اي وقت ولكن السام المزال تحت ضغط بستويات ال40 لحد بستويات 38 جنيه حتى الان مازال اللي يتشكل عليه اي نظر اجابية مازالنا بنعمل وطط صائد ضعيف جدا وخجول لتكملة الاتجالة خلينا نبص على السام كمان فترة ونشوف هيكلة حبوطه وبالتوفيق ترجمة نانسي قنقر